اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي القناة من مواجهة الازمة السورية والتنسيق المشترك مع روسيا فهزيمة الجهاديين تهم كل دولة هل تغير ادارة اوباما استراتيجية الاحتواء بعد تحول تنظيم الدولة لتهديد عالمي دعونا ننتقل الى صحيفة الشرق الاوسط ومن ابرز عنوينها خادم الحرمين يجري محادثات مع اوباما وميركل وداود اوغلو مديرة صندوق النقد الاقتصاد الاسلامي يسهم في تحقيق التنمية الارهاب يتصدر اجندة العشرين مدفوعا باحداث باريس والهجرة ثانية بانكيمون اكد وجودش اجماعا على اجراء عدد من الاصلاحات في مجلس الامن الدولي الامين العام للامم المتحدة السورية على رأس الاولويات العالمية عشرات الالاف من الفرنسيين يتحدون الارهاب في عاصمة النور حالة من الذعر بساحة الجمهورية في باريس اثر انذار كاذب تحديد هوية ثلاثة انتحاريين في هجمات باريس والعثور على سيارتين استخدمهما المهاجمون المعارضة السورية تنقسم في رؤيتها لمحادثات فيينا اتفاق على تكليف الاردن مهمة تنسيق قائمة المنظمات الارهابية في سوريا مقتل قائد الحملة العسكرية على ريف حلب الجنوبي والطيران الروسي يقصفه مدرسة اطفال فصائل سوريا معارضة تدين اعتداءات باريس وننتقل الى صحيفة الحياة اللندنية ومن ابرز عنوينها كشف هوية ثلاثة انتحاريين وضبط اسلحة وتنسيق رد عسكري فرنسي امريكي جبهة النصرة تقتال قياديا في داعش قرب الجولان دمشق تنتقد الجدول الزمني لبيان فيينا داعش يقصف عمرية الفلوجة بالصواريخ ويوقع قتلى الجيش العراقي يحقق اختراقا وسط الرمادي مجزرة اطفال بريف ادلب واغتيال قيادي في داعش في الجولان رئيس الاستخبارات الالمانية يدعو الى اجراءات منظمة على الحدود المفوضية الاوروبية تحذر من دعوات الى رفض استقبال المهاجرين ودعونا ننتقل الى صحيفة النهار ونقرأ فيها فرنسا في حال حرب ضد داعش نشر الجيش في الداخل وغارات على الرقة مجموعة العشرين تتصدى لارابيين اجانب وتقارب امريكي روسي اعتداء باريز اعتداءات باريز هيمنت على قمة العشرين في تركيا اوباما وبوتين يتفقان استراتيجيا على الارهاب ويختلفان تكتيكيا التعرف على مائة وثلاث جثث من الضحايا المائة وتسعة وعشرين لاعتداءات باريز العثور على سيارة استخدمها المهاجمون واعتقال مشتبه فيهم ببلجيكا هولند اتهم داعش بارتكاب عمل حربي والتنظيم يهدد غزوة باريز اول الغيث ونشرت صحيفة الحياة مقانا للكاتب غسان شربل بعنوان العرب وقمة العشرين شكلت ولادة قمة العشرين قبل سبع سنوات وفي اعقاب ازمة مالية حادة اعترافا صريحا بصعوبة الاستمرار في ادارة شؤون العالم بالطريقة السابقة تغير الاقتصاد العالمي وتغير العالم لم يعد ممكن الاكتفاء بالقمم الامريكية الروسية وريثة القمم الامريكية السوفيتية ولم يعد ممكن الاكتفاء بمجموعة الدول الثماني كان لابد من اشراك الدول الصعيدة والاقتصادات المؤثرة في حسابات الاستقرار والازدهار هكذا ولد هذا الاطار الذي يمثل نحو ثلثي سكان العالم وثلثي التجارة الدولية وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام كان لابد من إشراك قوى جديدة في ضمان استقرار الوضع الاقتصادي وتوزيع الأعباء والمسؤوليات وشكل منح العضوية في هذا الناد اعترافا بنجاح من قبلت عضويتهم فيدفع اقتصادات بلادهم إلى الأمام أي تحسين ظروف معيشة مئات الملايين من الناس أو أكثر من ذلك كل اجتماع لقمة العشرين يعني العالم بأسره فهو يؤثر في النمو وحركة التجارة والاستقرار النقدي وفرص التنمية وإيجاد الوظائف وهو مهم أيضا لأنه يوفر فرصة للتشاور السياسي بين اللاعبين الحاضرين إذ لا يمكن عجل البرامج الاقتصادية عن شروط الاستقرار وغياب النزاعات المكلفة أو المدمرة ويتابع الكاتب وتنعقد القمة الحالية في أنطاليا في تركيا أي في مكان غير بعيد عن النزاعات الأكثر سخونة في العالم والتي تدور للأسف على أرض عربية تنعقد القمة في بلد مجاور للعراق الذي يعيش منذ عقود على وقع الحروب والتمزقات بلد مجاور أيضا لسوريا التي تحولت بلدا مريضا تحاول لجنة الأطباء التي عقدت اجتماعها الثاني في فيينا إقناعه بتناول العلاج ولو كان مرا المؤلم أيضا أن المواضيع التي اقتحمت جدول أعمال القمة أو المشاورات الدائرة على هامشيا جاءت من العالم العربي انعقدت القمة في ظل في ظل أجواء حزن وغضب وقلق أشاعتها مذبحة باريس التي صار تنظيم داعش سارع تنظيم داعش إلى إعلان مسؤوليته عن ارتكابها وانعقدت أيضا في ظل الارتباك الأوروبي أمام أمواج اللاجئين المتدفقين من سوريا وبلدان أخرى عربية كما يبدو المشهد مؤلما يستطيع الرئيس الصيني المشارك في القمة القولة إن بلاده غيرت في العقود الأخيرة حياة مئات الملايين من الصينيين وفرت لهم ظروفا أفضل في العمل والتعليم والرفاهية يستطيع رئيس الوزراء الهندي التحدث بلغة مشابهة عن مكافحة الفقر وتحسين ظروف الالتحاق بالعصر يمكن أيضا الإشارة إلى كوريا الجنوبية والبرازيل وجنوب أفريقيا تستطيع السعودية وهياء الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين التحدث عن إنجازات اقتصادية وتحسين ظروف معيشة مواطنها لكن العربي المتابع للقمة يسأل وبألم عن أوضاع دول غنية كان يفترض أن تحقق قفزة في حياة شعبها وهي العراق يسأل العربي أيضا عن مصر والجزائر والسوريا والمغرب ودول أخرى لا مبالغة في القول إننا أضعنا عقودا كاملة من حياة شعوبنا أضعناها في ظل سياسات الاستبداد وأحيانا في عهدة رجال يسعون إلى تطويع مجتمعاتهم بدلا من مواكبتها ولا يملكون معرفة حقيقية بالعالم وهاجس التقدم وأهمية الازدهار لحراسة أي استقرار عشنا في ظل القاموس القديم تضخيم الجيوش وشراء سكوت الناس بتوظيفهم وتحويلهم عبءا إضافيا على أي محاولة جديدة للنهوض الاقتصادي عشنا نهمل التعليم وهو مفتاح لجأت إليه الدول التي خططت للخروج من التخلف والفقر المفارقات صاريخة فعلا يمكن للعربي أن لا يعجب بسياسات رجب طيب أردغان الأقليمية ويحلو لبعضهم أن يهاجم السلطان وتعثر سياساته في الملف السوري وملفات أخرى لكن الحقيقة هي أن أردغان يستطيع القول أن بلاده حققت في ظل حكم حزبه قفزة اقتصادية أهلتها للفوز بعضوية مجموعة العشرين من حسن حظ العرب أن التعودية حاضرة في هذه المجموعة وهي تملك إضافة إلى ثقلها الاقتصادي ترسانة من العلاقات الدولية تضاف إلى ثقلها العربي والإسلامي هذا يؤهلها للدفاع عن وجهة النظر العربية في نادي الكبار لكن المؤسفة هو أن غالبية العالم العربي تبدو كأنها تقيم في عصر آخر ما ينذر بتدهور بلداننا وعواصمنا وتزايد الفقر والبطالة والتطرف واحتفاظنا بصورة من يصدر إلى العالم الإرهاب واللاجئين كما فعلنا عشية قمة أنطاليا ونشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالة للكاتب طارق الحميد بعنوان إرهاب باريس الفريحون اثنان بعد وقوع جريمة الإرهاب البشعة في العاصمة الفرنسية باريس التي راح ضحيتها 129 قتيلا وقرابة 300 جريح كان الفريحون بهذه الجريمة اثنين داعش وبشار الأسد نفسه وليس أحد المحسوبين عليه داعش بدوره تبنى العملية الإرهابية وأطلق لها واسما أو هاشتاغ في تويتر وأصدر بيانا يفاخر بها بينما قال بشار الأسد إن عملية باريس الإرهابية هي نتيجة السياسات الفرنسية الخارجية الخاطئة وكان أي الأسد الوحيد الذي برر الجريمة الإرهابية بدلا من إدانتها مثل باقي المجتمع الدولي واليوم يبدو الأسد مكررا نفس حماقة نظام صدام حسين بعد أحداث أيلول الإرهابية في أمريكا عام 2001 حيث لم يستطع إخفاء فرحته التي كلفته حكمه وحياته وحياة أبنائه ويتابع الكاتب ولذا فأنه لا غرابة أن يكون أبرز الفرحين بجريمة باريس الإرهابية اثنين داعش والأسد ولا فرق بينهما فداعش تنظيم بربري إرهابي والأسد قتل إلى الآن قرابة ربع مليون سوري وشرد الملايين بإرهابه وجرائمه وهذا يقول لنا وللمجتمع الدولي إنه لا سلام في المنطقة ولا في دول البحر المتوسط ولا في المجتمع الدولي بوجود داعش والأسد وهما وجهان لعملة واحدة بل إن العالم لم يسمع بداعش إلا بعد الثورة السورية بعامين وبعد أن أطلق الأسد ومثله نور المالكي في العراق قيادات داعش الحالية من السجون ولذلك فإنه لا سلام ولا استقرار مادم هناك بشار الأسد هو تنظيم داعش ولا يمكن القضاء على أحدهما قبل الآخر إذ إنه لا أحد يملكه ترف المقارنة ولا الاختيار والأصل هو أن يسعى عقلاء العالم ودعاة السلم والسلام والحريصون على حفظ السلم الدولي إلى اجتثاث الأسد وداعش في نفس الوقت وهذا أمر يتطلب ضغوطا سياسية حقيقية وجد وليس تحركات دبلوماسية تجميلية كما يتطلب جهدا عسكريا دوليا حقيقيا على الأرض وليس عبر عمليات جوية وبالنسبة إلى الغارقين في الوهم فلا بد أن يفيقوا ويتعقلوا حيث تم التهذير من قبل بأن آلة القتل الأسدية ستشعل جذوة الطائفية المقيتة في المنطقة ولم يصدق كثر هذا الأمر وهو ما حدث وقيل إن جرائم وآلة القتل الأسدية ستحرق المنطقة وقالها الأسد نفسه مهددا ولم يصدق كثر أيضا وقيل إن حريق سوريا لن تطفئه مياه المتوسط وسيصل إلى كل أوروبا ولم يصدق كثر ذلك فما الذي تبقى إذن ليفيق المجتمع الدولي ويدرك أنه لا استقرار ولا سلام بوجود الأسد وداعش خلاصة القول هي أن للشر اليوم رأسين ويطلان من سوريا تحديدا وهم الأسد وداعش ومن يريد نزع فتيل الانفجار الإرهابي الكبير الذي يهدد الجميع فإن عليه أن يبدأ بقطع رأسي النظام الأسدي وداعش وعدا عن ذلك فإنه العبث بعينه والقادم أسوأ أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا الصباح قدمنا لكم عرضا لأهم العناوين والأراء لصحف هذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة وندعاكم مع فقرة الكاريكاتير وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة